يتخذون اليهود أولياء من دون الله وأنتم تتسارعون إليهم كتسارع الذباب على الحلات أو الحسن يقيناً إنكم أجلاف وأنصاف وأنصاف وأشباه الرجال كنوا على بينه إن فرعون هزم بموسى وحده وبعكازه قالوا لفرعون وزينوا له ونحن ناصرون لك يا فرعون بجمعنا المهول وبما نملك من الذهب والفضة والسلاح والخيل نحن نرعب موسى ومن يكون موسى وهو وليداً فينا لا يأكل ولا يشرب إلا ما نطعمه نحن نسوا قدرة الله فأنساهم ذكرة فأجهز عليهم موسى بعكازه فأصبحوا نادمين على طاعتهم لفرعون واستبصر من استبصر وقال السحرة نحن آمنا برب موسى فتخلوا عن فرعون وأسياد فرعون وأزلام فرعون وتركوا فرعون يغوص في البحر ويموت ويولي مدبراً فأنجاه الله ببنانه لأنه حينما قلت لم يقل له الحسين عليه السلام قولاً لينة يعني لأنه ابن حيد الوزنة من أين تأتي بهذه الصور التي كان نقش بالحجر كان فرعون كاتب على بيته على باب بيته بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون من كتب على باب بيته بسم الله الرحمن الرحيم أمن من آفات الدنيا والآخرة ففرعون كاتب على باب بيته بسم الله الرحمن الرحيم على باب قصره بسم الله الرحمن الرحيم يزيد كان لا يؤمن بأن الله موجود على الخريطة بخريطة حقلة ودماغة ما موجود لعبت بالملك يا ليتي أشياخي ببدر وهذه القصيدة إلى منتهى القصيدة لعبت بالملك هاشم فلا خبر جاء ولا وحي نزل إلى نهاية القصيدة هذا شيء دلل حتى ما عاشق بأن أكو قرآن وأكو نبوة هذا خوش أنا عندي قضية بوية أنت أحد الخلفاش لون الصبت معاوية وحطة يتخليفها إذا ابن يقول إذا ابن يقول لعبت بالملك هاشم فلا خبر جاء ولا وحي نزل وحي نزل هذا إذا الأب ما مؤمن بأله شلون كاتب وحي أنا أسأل الناس وأجلاف العرب إذا معاوية كاتب وحي هذا ابن ما يؤمن بالوحي لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا دليل على أنكم كذبين وبنافقين وما تعرفون الله وين ارجعوا إلى كتبكم الآن هذه الكتب عندكم المأجورة مثل كتب ابن عربي وغيره وغيره اللي أخذتها دليل وابن تيمية ليش تحتاجون هاي الكتب أنتم؟ أو عندكم أحاديث لرسول الله وعندكم القرآن مو؟ هاي وحدة الثانية الحسين حينما أتى إلى يزيد لأن يزيد له هيبة هيبة الفاجر هيبة الفاجر له سطوة سطوة متفرع وفاجر وفاسد والوحيد يستطيع تدمير الدين جملة وتفصيلا يعني الحسين ما أجي يقاتل عبيد الله بن زياد ولا يقاتل عمر بن سعد الحسين ما أجي يقاتل والي البصرة ولا أجي يقاتل والي الكوفة ولا أجي يقاتل حجر بن عبجر وشبث بن ربعي ما أجي يقاتل أمو الحسين دول دول أصلا الحسين ما آشقهم إجي الحسين إلى رأس القوم رأس الفساد الهرم أنت ما تجي اليوم يطلع لواحد يحارب الفساد ها يسجل له شرطي لو يسجل لواحد بالبلدية لو يطلع لواحد يشتغل عند الوزير الوزير دائما ما ينسجن ينسجن منه اللي يشتغل عنده او يطلعون المحافظ فاسد محافظ بفلان مكان بفلان مكان بالبصرة ببغداد تطلع حيام زورة وهو كل شي ما له علاقة وهذا يطلع متنعم بمليارات الدولارات هذا شي يدلل يدلل انت ما اجيت على صلب الموضوع الامام الحسين اجي على صلب الموضوع على الرأس المدمر لهذا الدين لو لا مقتل الحسين واستشاده لبقى يزيد لعشرات السنين فيزيد بعد مقتل الحسين لم يبقى الا ثلاث السنين قضية الحسين عليه السلام قضية كبيرة جدا اذهب الى فرعون العصر انه طغى ولا تقل له قولا لينا لانه لا يخشى ليه اش لا يخشى فرعون اش قال موسى قال اله اخاف ان يقتلوني قال لا ما يقتلك قال لي اش قال هذا امه ما زانيه بيه هذا حديث ويء الله قال شلون قال كل قتلت الانبياء اولاد حيض او زنا وهذا لم تزني به امه فتستطيع ان تقتله قال موسى لازم يجادل قال لا اله اخاف ان يبطش بيه قال لا انا قلتلك كن على بينه ويقينا انا اعرف منه اليتكلم معه وليس الله قال ما يقتلك كل قتلة الانبياء اولاد الانبياء اولاد حيض او زنا على الاطلاق ولذلك